السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم الفيديو عن العلاج ضد الغودة الدرقية سواء كانت خاملة او نشيطة درته لكم من قبل لكن اليوم قاعد شريت الغودة جديدة حبيت نشارككو يعني تشاركوها معي شوفوا الوقت تعشتا كما نقولوا من وقت نوفمبر ديسمبر جنفي تقريبا ذكية الوقت تتاحها شوفوا ها شريتها كين شريتها معمرة بالغبرة والطراب وش تديرو تغسلوها ديروها في الماء خليوها تترقد يعني كشغل راح تباش تولي لكم طريا باش تقدرو تقشروها كما هاك أنا خليتها ديجا ترقدت وقشرت بعض القطع من قبل شوفوا كيفاش كي قشرتهم شوفوا كيفاش كي قشرتهم بغيت وحدة هاني حبة نقشرها قدامكم شوفوا ها شوفوا يجي شوية ما هكذا شوفوا ومبعد وش تديرو تغسلوهم بعد ما غسلت الحبات التاعي ونقيتهم مليح وش ندير ونروح نرابيهم في هاذي لا راب هاذي في هاذ الحجم ما تديروهاش في الكبير هاذا كديروها في الصغير رابيوها وهي طريا مبعد كي ترابيوها تتحصلوا على هاذي الكمية هاذي مرابية يعني مرحية ومبعد وش تديرو تروحوا تجفوها اذا رابيتوها في الوقت تع الصيف هاي تجفلكم بالشمس بس اذا كان درتوها في الشتاء هوا ما كانش تقريب الشمس حطوها بحذي الميت فاقابرك ولكتشيح لكم كتشيح لكم وش تديرو تطحنوها هذا ما كان راح نتكلموا على فوائد الغدة الدراقية يعني الاش ربي خلقها هي تنظم عملية تمثيل غذائي تنظم عامل الدماغ تؤثر على العين والجلد والشعر مسؤولة على نمو الجسم والعقل تسميتها هنا في الجزائر يعني كيفاش يسميوها هنا في الجزائر تقالوا لها تيل غودة يعني انتع الغودة وبالشاوية يقولوا لها اكثر في اماكن اخرى من العالم تدعى جوز الارض او جوز الارقم القعفور نبات البونيون وفي العراق يسميوها الحشبكي بعد ما يبست هذيك تيل غودة كي ربيناها شيحناها بعد ترحيوها لازم ترحيوها في الطحونة الكهربائية ولا كي ما حبيتو المهم تتحصلوا على بودرة انا الكمية هذيك اللي درت تحصلت على زوج علب كي من هك زوج علب دارولي انتوما يلزم لكم اللي في البداية العلاج اللي في بداية العلاج لازم ثلاث علب علاه لخاطر انتوما اللي في البداية رح تتناولوا ثلاث علب لخاطر المرة اللولى ربعين يوم كاملين وانتوما تستعملوا في التالغودة في الصباح وفي الليل قبل النوم على بها لازم لكم ثلاث علب كي من هك شوفوا طريقة الاستعمال في الصباح كي نوضوا قبل الفطور وش نديرو نحكموا ملعقة كي ما هذي نمليوها بالتالغودة ونحطوها في الفنجال حبيتو تديرو في الحالي ديرو وكي تكون عندكم الياورت يعني المهم الياورت العادي ديرو ديرو الياورت فيها وخلطو مليح خلطو مليح هذيك البودرة حتى تندامج مع الحاليب ولا مع الياورت ونبعد كولو بسم الله هاي كمية صغيرة ما تكثروش ديرو غير شوية برك هكذا تفطرو عليها الصباح قبل الفطور وكي تحبو ترقدو تزيدو ديرو كمية كي منحك هذا بالنسبة للناس اللي ما جربتش تالغودة من قبل يعني الناس المبتدئين في العيلاش لازم تشربو الصباح وتزيدو في الليل كي توصلو ربعين يوم قد قد من استعمال هاد تالغودة وش تديرو؟ روحو ديرو تحليل تحكم هكذا وبربي ان شاء الله تتحصلو على النتيجة اللي راكم تتمنوها تبدو تشفو يعني تبدو ترتاحو هذي هي اما كي تفوتو ربعين يوم عودو كلوها غير الصباح برك هكذا انا هكرا نندير المهم وتحصلت الحمدول الله ماشي نقول لكم ارتحت خلاص لا لا ما ارتحتش خلاص بالصح يعني نقص لي نقص لي يعني موليتش كيما بكري الحمدول الله يعني نقص علي شوية لخطر بكري كنت ما نقدرش نوقف راني كنت تعبة بزاف وذركوا الحمدول الله نقدر نقوم بواجباتي في البيت هذي هي جربوها ما كمش هتندمو هذي هي الطارق راح نجرب هاذ الوصفة اللي نصحوني بيها اللي نوديل تاوعي حبسوا من تكاثر لكن ما تنحاوش وهذا الشي راهم قلقني حابا ننحيهم قالوا لي الوصفة هذي تنحيهم نحي اللي نوديل هذوك العقد يعني راح نجرب ها وش نخسر مني خسر حتى حاجة خير من العملية نديرها هلها ما نديرهاش هيا اذا ما نفعتنيش مش راح تضرني بالعكس ممكن جدن حتى تنحيلي الكرشة خطرية عن بالك سما شغل الثوم و بالعاصر تاع الليمون راح يمليها بعد تعطيك حتى المناعة شو تحكم زوجاجة كيما هذي ماشي بلاستيك زوجاجة علبة زوجاج كيما هكذا نديرو فيها ربعين فاستوم مختلف الاحجام وبعد اغمريها بعاصر الليمون شوفوا كيفاش اني نوريلكم في الفيرني شوف بعد ما تغمروها بعاصر الليمون نغلقو لها الاحكام متاحا يعني نقفلوها و بعد نديروها داخل جورب يعني يتقاشر من الاحسن يكون اللون تاعهم اسود و نديروها في الثلاجة ما نخليهاش على برا نديرها في الثلاجة و مرة على مرة نخلط كل يوم و ننوض الصباح نخلط العلبة متاعي نخلطها و نخليها في الثلاجة كي نوصل ربعين يوم راح نتناولها كي نتناولها و نكمل نكمل هذي كامل نروح ندير ليكون تاعي و اذا كان خرجت لي نتيجة ايجابية و انا حسب لي راح تخرج لي نتيجة ايجابية هاني نخبركم بيها في التعليق هذا ما كان بكل امانة كي روحت درت ليكوغرافي خرجت لي مفاجأة لقيت فيها لينوديل عقد بصح كانوا ثلاثة برك كي قعدت شهر بلا ما درت حتى علاج زدت وليت لقيت هذي لينوديل كامل ستمن و ستمن و اجهني هذك طبيب مباشرة لاجراء عملية جراحية و اخبرني بانه يمكن ان افقد صوتي و بحكم اني باموت على الكلام يعني نموت على درو الشيخة ظلامت و سوت الدنيا في وجهي و فت علي ايام روحت البيت ابي فاخبرتني صديقة امي يعني مرة كبيرة بانها اصيبت بوارم في الغودة و عندما تناولت هذه التالغودة شوفيت و اولغيت عمليتها فقررت ان اتابع العلاج بالتالغودة والحمد لله كثفت العلاج المرة اللوله كنت نتناولها مغرفة الصباح مغرفة في الليل و بعد 40 يوم شوفوا وش لقيت المرة اللوله كنت كل سمانه ندير تحالي وش نديره ندير Ft3 نتع الثيروكسين و ندير Ft4 و نزيد ندير TSH و هذا كل سمانه كل سمانه شوفوا المصاريف كيفاش نبعد بعد ماكلي التالغودة ب 40 يوم درت Ft4 و Ft3 و اقول لك الكيت ديري هذا و في زوج تكتشفي وش الغودة تاعك عالتها شوفوا وش خرجتلي خرجتلي الغودة في Ft4 11.23 يعني مليحة هي كيف عرفتها بلي مليحة تشوفوا اللي النورم كي يكون لازم المجال يعني الليفل تاعها يكون محصور بين 10.6 و 21 يعني هنا ما هي طالعة ما هي نازلة اللي هنا كي تقل نسب أقل من طبيعي اللي هنا يطرق على الإنسان خمول يعني يقول لي ما يحملش البرد يصرالوا إمساك جاذب في الجلد نقص تاقة قلت الحاركة زيادة الوزن والإكتئاب أما كي يكون تكون النسب عالية عن طبيعي وزنك يقل كاشتاكلت ما تنفعكش تصرالك النحافة يجيك صعوبة النوم والشعر انتاع يقول لي خفيف وكثرة تتعرق هنا تحالية تختلف من شخص لشخص ثاني من العمر كيما أنا هذي من ربعين سنة سوف يطلع هذي 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 اسمه لكن كي يكونوا صغار ثاني تحالية انتاع الصغار يخرج يخرج نورم نورمال تحهم يخرج زي الهنا تي اس اش انتاعي تي اس اش هذا وشي هو هو هورمون قد حبت الفاصولية موجود في الدماغ يسمى الغدة النخامية هي اللي تقول لها تفرز تقول للهورمونين هذوك قدماش يفرزوا وقتاش يفرزوا كي تلقى الطراب في تي ثري و تي فور يبدأ يطلع وهو يعمل عامل تحفيزي يعني هذ الغدة هذي النخامية يعني تاع تي اس اش تعمل عامل تحفيزي يعني كي يكونوا تي فور و تي ثري ملح يعني ما كان حتى مشكل يسمى نحب نقول باللي تي اس اش هو اللي يأمر الهورمونين قدمها رح يفرزوا هكذا اللي الغزولتا مليحة ان شاء الله تبقى لي هكذا جربوا هذي الوصفة اللي راني مديتها لكم والله العظيم بكل مصداقية ما اخترعت هاش نعتوها حبيت نشارك معاكم هاذ الوصفة ما حبيتش نحتفظ بيها الروحي لي كي يعمل خير على الجامع اللي نوديو الحبسو ما زادوش تكاثرو ماشي تنحاو يعني ما زادوش تكاثرو وحاولو تحافظو على رواحكم وتبعوا الاشياء الايجابية عن بالي بلي كل شي قلق لكن حاولوا تركدوه بكري باش تخليوا الغدة صنوبارية اللي مسؤولة عن افراز هورمون السعادة السعادة اللي راه يمفقودة عندنا تخدم خدمتها خاطره هي تحب الظلمة يعني وربي يشفينا كامل واذا يعجبكم هذا الفيديو بارتاجيوه مع احبابكم وتعليق مليح منكم وربي يشفينا كامل وربي يسعدنا ويرجعنا السعادة ونعود ونتلموا مع احبابنا ويمدنا صحتنا لخطر الصحة تاج فوق رؤوس الاصحة لا يعرفوا قيمتها الا المعريض